السلام عليكم هنحضر مع بعض النهاردة وصلة تريند الطعمية بس بالطريقة المصري وهقول لكم رأي فيها بالزبط يلا بينا نبدأ الطريقة على طول اول حاجة حضرها عندي وهي صلاة الطحينة هحطي كده معلقتين من الطحينة هضيف عليهم رشا من الملح والكمون معلقتين صغيرين من الخل وبعد كده هضيف عليهم حوالي معلقة كبيرة كده من المية السخنة وهضيفها بالتدريج يعني هشوف هحتاج ولا لأ هقلب الطحينة معي هفضل اقل فيها لحد مقاومة هيتقل لو لقيت ان هي محتاجة مية تاني بضيف مية كمان لحد ما وصل للقاومة المزبوط وبس كده بما اننا بقى هنحضرها على الطريقة المصرية فانا هجيب العيش المصري بتاعنا وهفتحه كده بالطريقة ديت هشيل الوش اللي فوق وهستخدم اه دهر الرغيف بس من تحت بعد كده هجيب عجينة الطعمية عندي وهبدأ افردها على العيش كله بالشكل ده كده في كل حياتة بقى مش هنسيب جزء فيها كده ما فيهوش عجينة الطعمية طبعا عجينة الطعمية في البيت ما فيش اسهل منها احنا عاملين طريقتها مع بعض هسيب لكم الفيديو بتاعها تحت الفيديو او في صندوق الوصف وهقول لكم بقى رأيه بصراحة جدا بتاع الترند الطعمية دوت في اخر الفيديو هجيب بقى طاصة على النار وهحط فيها كده معلقة زيت بس معلقة زيت محترمة كده يعني مليانة عشان الطعمية ما تلزقش منك في الطاصة وهنزل السندوتش بتاعي زي ما انتم شايفين بالشكل ده ما تحاوليش تشيليها في الاول خالص عشان اه الطعمية بتكون لسه ما انخدتش لون وبتكون نزقة في في الطاصة فانت حاول كده اول ما النار تعلها شوية تعلي النار شوية وتهديها برضو شوية يعني شوية كده وشوية كده عشان ما تحرقش منك على طول وهفضل اقلب في العيش كده واشوف كل الجوانب وكل حتة في الطعمية اخدت لون ولا لسه عشان ما يكونش فيها حتة لسه عجينة وما استودش معايا بعد كده هشيلها بقى زي ما انتم شايفين شايفين اللون الجميل اللي خدته ده هحط بقى عليها كده اه بتنجان بتنجان مقلي بطاطس محمرة اه هحط كمان جرجير فيه بيحطوا اه خاص بس انا حطيت جرجير بحب الجرجير وحطيت كمان بقى صارت الطحين اللي احنا حطناها في الاول دي في بقى اي اضافات انت بتحبيها لو اي حاجة اللي انا حطها ديت عادي ممكن تحطي خيار مخلل طماطم زي ما تحبي بعد كده هنلفه بالشكل ده رول كده وهنجيب اطوصة بتاعتنا اللي احنا لسه كنا حطين فيها السندويتش بالزيت بتاعها زي ما هي وهحط عليها السندويتش تاني على كل ناحية دقيقة واحدة بس مش هسيبه كتير عشان ما ينشفش معايا العيش ونعرف ناكله ونقلوكه رأينا فيه وبعد كده هطلعه بقى من على النار ونقطعه مع بعض ونشوفه هنجيب بقى السكينة ونقطعه كده مع بعض ونشوفه من جوه بقى شكله عامل ازاي شايفين شكله من جوه يجوع بصراحة رأيي فيه حلو جدا 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 من احلى التريندات اللي انا عملتها طعمه جميل جدا ونكنتش متوقعني اطلع طعمه حلو كده لان الطعمية يعني قلت بقى مش مقلية بس هو بصراحة طعمه حلو جدا جربوه قولوا لي رأيكم ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسا ما اشتركتوش ومع السلامة